اشتركوا في القناة لا تخطئها عين المراقب للشأن الإيراني إرحى الخامنئي والموت للدكتاتور كانت الهتافات الأكثر اتشاراً بين المتظاهرين في طهران وغيرها من المدن الإيرانية التي شهدت اتساعاً لنطاق الاحتجاجات الشعبية المطالبة بسقوط النظام على الرغم من القمع الحكومي المتصاعد إذ أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين النظام الإيراني بات محشوراً في الزاوية ما بين الداخل والخارج وليس أمامه سوى التراجع وإبداء شيء من المرونة في مواجهة الضغوط بحسب روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي فبينما تتصاعد الاحتجاجات الشعبية في الداخل تواصل الولايات المتحدة سياسة الخنق الاقتصادي إزاء طهران عبر فرض عقوبات جديدة باتت تمثل تهديداً حقيقياً لاستقرار الحكومة بعد عجزها عن إيجاد البدائل المناسبة لمواجهة تلك العقوبات من جهة أخرى يدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط التظاهرات في إيران عبر تأييده المتظاهرين في تغريدة له على موقع تويتر أعقبها بأخرى يحذر فيها النظام من مغبة قمع المتظاهرين وقتلهم مؤكداً أنه والعالم معه يراقبون عن كثب ما يجري على الساحة الإيرانية ما يعني أن نظام تهران ربما لم يبقى لديه مساحة كافية للمناورة السياسية داخلياً أو خارجية ولم يعود أمامه من خيار متاح إلا التنازل أو ربما الرحيل